في البداية جات لك منين فكرة أنك تكتب كتاب عن سيد درويش واستعانت بمين عشان تجمع المعلومات اللي الدقيقة؟ الحقيقة أنا يعني السنة الفاتح كان مئوية سيد درويش بمرور مئة عام وفي ظل الاحتفالات دي أنا كنت وأنا بدور على كلام يتقال فلقيت أنه فيه كتاب عبقري جدا للدكتور محمود أحمد الحفني ده والد الدكتور الرتيب الحفني وده أحد أهم نقاد الموسيقى واللي كتبوا في الموسيقى عبر تاريخها ده بقى أول مصري وعربي سنة 1936 ياخد دكتوراه في الموسيقى من ألمانيا يعني عشان إحنا من بدري يعني بس مش عايزين نتكلم يعني لأ نتكلم ونقول هنا طبعا طبعا فالدكتور الحفني له كتاب عبقري صدر في الستينات منتصف الستينات اسمه سيد درويش عبقريته وأصر وحياته في الكتاب لقيت أن الدكتور الحفني بيقول حاجة خطيرة جدا بيقول أن سيد درويش مش موسيقى عبقري فقط ولكنه شعر رائع برضه فوقفت أنا عن لحكات شعر دي بما أني بحب الشعر يعني بعيدة عن موسيقى شوية فلقيته أنه كتب إيه لقيته بيقول أنه كاتب بلادي بلادي لك حبي وفؤاتي احنا المتعارف بالنسبة لنا أنه هو الملحق عظيم جدا بعد كده الدكتور محمد عبوهاب أو الأستاذ محمد عبوهاب عملها توزيعا بعد كده لما بقت نشيد وطن وبعدين لقيته كمان بيقول ده هو اللي كتب زروني كل سنة مرة وهو اللي قال أنا هويت وين هو اللي كاتب أنا هويت حكاية دي لفت نظري فبدأت أبحث أنا بقى في الحكاية لأنه المتعارف عليه مش المتعارف عليه ده هو بل أنه هو اللي مسجل في الوسائق الرسمية والأوراق الرسمية حتى في المدارس كمان أن مثلا نشيد بلادي بلادي تأليف الشاعر الشيخ محمد يونس القاضي فبقيت أنا يعني في حالة عجيبة جدا عاد أدور بقى بدأت أبحث في الحكاية فلقيت أن في ناس ابتداء أن يمكن من منتصف الستينات بيتكلمت وكتبت في الملف ده برضو لكن أنا نجحت في النقاء يعني إيه أقت القاضية بالدليل المالي القاطع ما فيهش كلام بعديها وهو أنه استند الشيخ محمد يونس القاضي وهو جيل سيد درويش أصغر منه بثلاثة أربع سنين وشعر جيد الحقيقة بس كان بيكتب زجل أكثر يعني أحسن حاجة كتبها أو من الحاجات اللي كتبها إرخي السطرة اللي فرحنا لحسن جرانة جرحنا وبما أني بيحب الشعر فبدأت أحط الكلام جنب بعضه اللي يكتب ده ما يكتبش ده يعني في ظن أنا ما هو كل شعر بالو كده إيه يقول لك اللون بتاعه يعني فاللون بتاع القاضي يونس القاضي مش هو اللون بتاع سيد درويش سيد درويش تلاقي في اللون بتاعه حس وطني يعني جاي من النيل جاي من الأرض جاي من حتة تانية خالص من خلقاته بالطبقات المختلفة بالضبط كده فقال لك السند الشيخ محمد يونس القاضي إلى تسجيل هذه الكلمات باسمه في المحكمة المختلطة سنة 1923 من حيث المبدأ ما فيش مصري يروح المحكمة المختلطة إلا إذا هذا يكون فيه نزاع ما بينه بين واحد أجنبي عشان كده سموها مختلطة طيب لو أنت سيد درويش مصري وانت مصري طيب أنت جاي لي هنا أديدي حاجة حاجة تانية الكلمات في الوثيقة المستند إليها يقول لك مصري ست البلاد وهي ما فيش مصري أم البلاد أدي واحد اتنين يقول لك مصر أنت أحلى وطن أفديك وادفن في الكفن وادفع روحي لك تمن كل ده برضو كلام بالنسبة لي يعني يعني هو عدل في تعديل واضحه دامي الأخطر بقى في الموضوع اللي أنا الحياة اكتشفته وقضيت على القضية من أساسها أنه بيقول أنه ذهب إلى المحكمة المختلطة في تاريخ بالتاريخ خرر ذلك في 26 يناير سنة 1923 وأراد بذلك أن يقول أن هذا حدث على حياة سيد درويش اللي مات في 15 سبتمبر 1923 فعايز يقول لك أن أنا سجلته وعايش ده برضو لفت نظري فقعدت أنا بقى يعني إيه في حالة الأول رحت لدر الكتب والوسائق جبت وصائق من سنة 25 تثبت أنه منشور في مجلة اسمها تياتر المصورة سنة 1925 في الزكرة التانية لوفاة سيد درويش المجلة نشر أبيهات الشعر والنوطة الموسيقية تأليف وتلحين الشيخ الراحم سيد درويش دي وثيقة لا كلام قبلها ولا بعدها